للعيد فرحة وبهجة وطقوس اعتاد المواطنون على احيائها الا ان تلك التقاليد تضألت خلال السنوات الاخيرة وباتت الاف الاسار غير قادرة على الايفاء بالمستلزمات العيدية ورغم تلك المنغصات الحياتية الا ان اسواق مدينة الغيظة شهدت هذا العام اكتظاظا كبيرا بالمتسوقين مع اقتراب حلول عيد الاضحاء لكن اغلب الاسر تعود الى منازلها دون شراء ابسط الاحتياجات نتيجة غلاء اسعار الملابس احنا في اسواق الغيظة وزي الارتفاع الاسعار وكل شي عندنا زايد من ناحية اللي بيشتري كسوة العيد او شي كل الاسعار مرتفعة والاسر المحتاجين ما يقدروا يشتروا ان كل شي غالي عندنا وما حد الوضع الحكومة كل شي الاوطاع مرتفعة والله يعين المواطنين ورب استوفيك ان شاء الله انطالبنا جهة المسؤولة التراعي الاوطاع في المحافظة في الجمهورية بشكل عام فتدني القدرة الشرائية لم تلقي بظلالها على المواطن فحسب بل توسعت لتشمل التجار ايضا والذين باتوا يشكون من قلة البيع لاسباب كثيرة ابرزها تأخر رواتب موظفي القطاع الحكومي ومحدودية دخلهم مقارنة بغلاء الاسعار صراحة اقبال الناس على التسوق وخاصة المواد الكماليات مثل الملابس تراجع بشكل كبير جدا خلال هذه السنة بالذات وذلك لعدم توفر الرواتب وكذلك ارتفاع سعر الصرف مقابل العملات الاجنبية كذلك معاناة الناس يعني اغلب الناس اصبحت تشتي الحاجات الاساسية يعني يوفر لابناؤها المأكل غير الملبس فرحة العيد ما عاد احد يدور فرحة العيد مع غلاء المعيشة معاناة جعلت فرحة العيد تبدو منقوصة وآلاف الاسر لا تقوى على شراء ادنى المتطلبات وسطا دعوات لمكتب الصناعة والتجارة للقيام بدوره الرقابي على المبيعات والزام المحال التجارية باشهار الاسعار للتقليل من نسبة التلاعب التي تتزايد مع الاعياد احمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهر ترجمة نانسي قنقر